في عاية خدم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز تنطلق اليوم فعاليات المؤتمر الدولي التواصل مع إدارات الشؤون الدينية والإفتاء في العالم وما في حكمها والذي تنظمه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في مكة المكرمة تحت الشعار تواصل وتكامل ويستمر لمدة يومين بمشاركة 150 عالما ومفتيا من 85 دولة حول العالم هذا وتفقد وزير الشؤون الإسلامية دكتور عبداللطيف الرشيخ التحضيرات لانطلاق المؤتمر إضافة إلى وصول الوفود المشاركة في المؤتمر هذا وأكد مفتي البوسنة والهرسك على همية مؤتمر التواصل مع إدارات الشؤون الدينية والإفتاء في العالم وما في حكمها وذلك لتعميق الفهم المتبادل للعمل الإسلامي مع الإدارات الدينية ساعدنا هناك في بوسنة كثيرا وكان دائما على جنبنا هذا المؤتمر مؤتمر مهم فأنا على الوعي الكامل بأن معالي وزير الذي يتولى هذا الأمر هنا في المؤتمر ينظر إلى البعد لأن المشايخ كما كان يقول المشايخ لهم مسؤولية أولا في ثبات المسلمين على الأقيرة وعلى الخير وعلى النف للمجتمع فلا لا بد أن نقوي أنفسنا يعني ولا بد أن ننظف أنفسنا يعني من هذه البلايا كما نقول يعني في مجتمع المسلم في كل مكان يوجد هذا الغلوف العلماء لهم كيف يسمى الدور كبير كي يفهموا الناس ما هو صحيح وما هو باطل فأنا أرى أن هذا المؤتمر يعني مهم جدا رئيس مشيخة البوسنى ويعني وجدت منه تفاعل كبير جدا جدا تجاه ما سيطرح في هذا اللقاء المبارك وسيكون إن شاء الله نتائج جيدة وكان موقف موقف إيجابي مئة في المئة ومتفهم لحاجة المسلمين اليوم لوحدة الكلمة ووحدة الصف ونشر المبادئ وقيم الإسلام الصحيح الاعتدال والوسطية والرحمة ونبذ العنف والغلوف والتطرف والإرهاب وأسبابها وكان يعني مما لمستها اليوم كما هي العادة من فضيلة حفظه الله الرغبة والعمل الجاد أيضا على تصحيح الفهم الخاطئ لبعض نصوص القرآن والسنة التي تناقلها الناس وهو فهم يخالف الفهم الصحيح للكتاب والسنة ترجمة نانسي قنقر